أظهرت دراسة دولية حول السعادة أن الدنمارك هي أسعد بلد في العام تليها مباشرة سويسرا فيما حلت سوريا في المرتبة مقبل الأخيرة وتقرير العام 2016 حول السعادة العالمية World Happiness Report هو الرابع الذي يحاول تقييم سعادة السكان في محاولة لبناء مجتمعات سليمة وفعالة أكثر وحلت أيسلندا ثالثة بعد الدنمارك وسويسرا واتلتها فنلندا وكندا وهولندا فنيوزيلندا وأستراليا والسويد ويظهر ذلك أن سبعا من الدول العشر الأكثر سعادة هي دول صغيرة أو متوسطة في أوروبا الغربية وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الثلاثة عشرة متقدمة مركزين مقارنة بالتصنيف الأخير فيما أتت ألمانيا سديسة عشرة وبريطانيا في المرتبة الثالثة والعشرين وفرنسا في المركز الثاني والثلاثين وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة والثلاثين وأتت إسبانيا في المرتبة السابعة والثلاثين وإيطاليا في المرتبة الخمسين وحلت بوروندي في المرتبة الأخيرة وسوريا التي تعاني حربا في المرتبة ما قبل الأخيرة وقال معدو التقرير أن ستة عوامل هي إجمال الناتج المحلي للفرد والدعم الاجتماعي وأمد الحياة المتوقع والحرية الاجتماعية والصخاء وغياب الفساد تفسر تقريبا ثلاثة أرباع الفروقات بين الدول